السلام عليكم أتمنىكم تكونوا بخير اليوم فيديو جديد سوف نجد المخنفر الخبز الماوي الذي يأتي المتقب وغزال نجد المقادر سوف نحتاج زلافة الفنو أو دقيق قرح الصلب سوف نحتاج زلافة الفرز الدقيق الأبيض خمارة قيمة 8 جرام سوف نحتاج البيضة كاملة سوف نحتاج المعلقة الخاميرة الخبز السكر حبيبة سوف تحديده عندما تريده الملح والماء الدافئ الماء اللي البروضة يعني ما يكون سخون أول حاجة سوف نخلط هذه المقادر برا لخلط الكهربائي لماذا؟ برا لما يأتي ونجد الخيوطة التي ستأتي من بعد سوف نخلطه بعد الدقيق الأبيض ودقيق القمح الصلب أو الفينو سوف نضيف الخميرات الخبز و السكر حبيبة حبيبة سوف نعبر بنفس الزلافة التي عبرت بها الدقيق نعبر جز الزلافة 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 الأولى نخلط الخمير والسكر ونضيف الملح من الأول لأن الماء يكون دافئ ماء البرودة ولكن سخون سوف يجعل الدقيق بحلاسيك نزيد الماء تدريجيا الماء نضيف الزلافة 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 الدافئ ونزيل ومع جنة تستطيع الملح ونضيف العناصر نحن أحل لك قبل ان نضيف الخلاط الكهربائي ثم نضيف الخلاط الكهربائي ونضيف الخلاط ونزيد بيضاء ونزيد خمارة ونخلط العناصر جيدا ونضيف المقلة ثم نضيف الخلاط الكهربائي ونضيف الخلاط الكهربائي وفردمه الخلاط ونجعل الخليط حتى يبدأ التقبلية من الخنفر على نار متوسطة ونجعل حتى يطيب 81% من الجهة الفقانية ونقلبها الجهة الأخرى ونجعل حتيات الطيب والتحمر ونحيطها وكل مرة ندهن العجين ونضح المقلة ونصب الخريط ونجعله طيب والتقب كيف يبدأ التقب والتقب من بعلمات يتقب من الجهة الفقانية ونقلبه ونجعله طيب من الجهة الأخرى اشتركوا في القناة وشكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم